موسيقى موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من برنامج حادث صحفة نبدأها من صحيفة الانديبندنت عن ساندي البريطانية التي نشرت موضوعا لباتريك كوبرن تحت عنوان بينما يتصاعد خطر الدولة الاسلامية يتزايد ايضا خداع الغربي لنفسه يمهد كوبرن لفكرته بالمقارنة بينما يقوم به الغرب اليوم وما فعله الاباطر الصينيين في عصر انهيار دولتهم حيث كان كبار رجال امبراطورية يتلقون اخبار الهزائم العسكرية المتتالية لجيوش الامبراطور لكنهم ببساطة يعلنون الانتصار على قوات العدو البربرية ويعتبر كوبرن ان خداع النفس الذي مارسه الصينيون في تلك الفترة هو نفس الاسلوب الذي يخدع به الغرب نفسه حاليا في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية ويضيف ان الغرب والمتحالفين معه في الشرق الاوسط فشلوا حتى الان في ايقاف زحف الدولة الاسلامية الذي يبدو غير قابل للهزيمة منذ بروزه على الساحتين العراقية والسورية العام الماضي ويضح كوبرن ان التفاؤل المبالغ فيه لم يمنع سقوط الموصل ولم يتلفت احد الى حقيقة ان الدولة الاسلامية كان يسيطر لفترة على الفلوجة وكان يتحرك مقاتلوه بحرية تامة في الاراضي العراقية الواقعة بين الحدود الايرانية وحلب ويضح الكاتب ثلاثة اسباب دفعته للتأكيد على ان الدولة الاسلامية يزيد قوة وبتطور بسرعة وهي ان التنظيم يقاتل على عدة جبهات متفرقة تفصل بينها الاف الكيلومترات لكنه يظهر كفاءة كبيرة في القتال اكبر مما كان العام الماضي ويضيف ان التنظيم لا زال يتمدد ويسيطر على المزيد من المدن والاراضي رغم مرور اشهر من الغارات الجوية التي تقودها واشنطن ضده والتي اعتبر الغرب انها كافية لايقاف تمدد التنظيم قبل حصاره والاجهاز عليه لكنه لم يحدث اما الامر الثالث هو الانتصارات الاخيرة للتنظيم في الرمادي وتدمر وغيرها لم تكن مفاجئة كما كان الحال عندما سيطر على المصل لكنها كانت معارك منتظرة ومتوقعة ورغم ذلك لم يتمكن احد من التصدي لمقاتلي الدولة الاسلامية سواء في العراق او في سوريا ويخلص كوبيرن الى ان الدولة الاسلامية يمكن دحره لكن فقط عندما يتوقف المسؤولون الغربيون عن خداع انفسهم صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لمشي الكيلو بعنوان حديث ام له الغدو تطرق فيه الى لقاءات امير جبهة النصرى ابي محمد الجولاني مع كناة الجزيرة واشار الى ان الامير غادر في حديثه مع الجزيرة موقفه من الغلو ومن السلطة والانتخابات والاخر وبغت مستمعيه بجبهة نصرى جديدة لا تقل غلوا عن القاعدة سواء في مواقفها من الاخر والمختلف ام من مستقبل سوريا حيث جعل الامير الزام بقية المسلمين وغيرهم من مكونات الشعب السوري بحكمه الشخصي وعدا غير سياسي الهيا ومقدسا ليس بين قضايا جميعها قضية واحدة مطروحة للنقاش او منفتحة على رأي اخر ويتساءل كيلو هل جنح الجولاني الى الغلو ليكبح اكتساح داعش الساحة الجهادية على حساب القاعدة ام فعل غلوا كي يوقف مطالبة اطراف في الجبهة بفك علاقتها مع القاعدة ام انه اراد مواجهة الاختراقات الداعشية لجبهته ووقف تدفق مقاتله على داعش معربا عن اعتقاده بانه قد خسر عددا كبيرا من السوريين الذين طالما تعاطفوا معه وافهمهم اليوم انهم كانوا مخطئين وفي صحيفة العرب نقرأ ايضا في مقال نشرته لياسر الزعاطرة تحت عنوان اعترافات طهران وموسكو والخطة بي في سوريا رأى فيه الكاتب ان الهزائم الاخيرة التي مني بها النظام قد تركت اثرها على نمط التفكير في طهران وموسكو بل وفي ارويقة النظام السوري بوضحا ان الحديث هنا يدور حول نقاش يدور في اوساط البنية الصلبة للنظام العلوية منها على وجه التحديد من تلك التي تعتقد ان سقوط النظام سيعني الكثير بالنسبة اليها وهي ستفضل بكل تأكيد فكرة الدويلة العلوية التي تحميها ايران من الخاصرة اللبنانية حتى لو لم تتمكن من الحصول على منافذ امنة في الاتجاهات الاخرى بوجود منفذ بحري ولفت الكاتب الى ان ذلك لا يعني ان مشروع الدويلة العلوية قد بدأ عمليا واشار الى ان ايران التي تدعم النظام السوري ما زالت ترى ان بوسعها اطالة المعركة وصولا الى توفير حل اقليمي برعاية تولية يناسبها في ظل استثمار في قصة التخويف من التكفيريين لا سيما انها تدرك ان مشروع الدويلة العلوية اذا ما تأسس على رؤية هزيمة لن يكون برسم الصمود ويمكن للثوار ان يواصل مطاردته وصولا الى انهائه ايضا لا سيما اذا كانت ايران نفسها في حالة ضعف بسبب اتساع نطاق نزيف في العراق وبشكل اكبر في اليمن وخلص الكاتب الى ان على ايران ان تحسيبها جيدا المبرزا ان تجرع كأس السم في وقت مبكر والمجيء الى صفقة اقليمية تسوي كل عناصر الصراع في البنطقة خير من المكابرة الطويلة التي تكرر تجربة امريكا في فيتنام والاهم تجربة الاتحاد السوفيتي في افغانستان شبكة شام نشرت مقالا لزين مصطفى بعنوان بعد طي صفحة ادلب مرحلة الجد بدأت حيث باتت ادلب بشكل شبه كامل محررة اللهم بعض الجيوب مطار ابو ظهور كفرية الفوع التي هي مسألة وقت وتنتهي ليكتمل اخضرار ادلب بشكل كامل عمليا باتت ادلب في حكم صفحة طواها الفتح وباتت المرحلة القادمة هي مرحلة الجد الفعلي والامتحان الاهم للمسيرة فادلب تحولت لقاعدة ارتكاز لما بعدها وما بعدها هي نقطة في غاية الاهمية والتعقيد وبحاجة لكثير من التحضير والتخطيط ورسم الخطط لانه على ضوئها سيتحدد الهدف وكيفية الوصول اليه بشكل مبدئي ستكون الوجه القادمة للفتح سهل الغاب وهو نقطة الامتحان الاولى والابرز وتحديدا المفتاح لكل المراحل التي تليه فالخط من حدود ادلب مرورا بسهل الغاب وصولا الى جورين هو خط صعب ومعقد كونه اولى الضربات التي ستواجهها المناطق الموالية والمساندة والداعمة للأسد بالعنصر البشري وتجاوزها يعني ان ما يحدث فيها سينطبق على غيرها ابتداء بالقرداحة على سبيل المثال وصولا الى دمشق جورين والوصول اليها يعني رسائل عديدة وبالغة الاهمية اولها واهمها هو كسر الحلف ايران حزب الله قوات الاسد سوية وبضربة واحدة وسيؤدي الى انهيار اخر من بقايا وبقايا الامل والمعنويات وبالتالي الانهيار التام لكل شيء والتراجع والتقهقر يبقى مسألة وقت كما حدث ايام معركة مثلث الموت في درعا فكسر هذا المثلث حول قوات الاسد وكل من يسانده الى جدران خلبية تنهار مع اول ضربة او صفعة تتعرض لها جورين النقطة او الهدف العام للمرحلة لما بعد ادلب ومنها سيكون مفترق الطرق بين الاتجاه جنوبا نحو حماف حمص ودمشق كما قال حسام ابو بكر قيادي احرار الشام عندما تحرر معسكر وادي الضيفة او تكون الذي قياب بقراها ومدونها كما ردد الثوار في الانتصارات التي حادثت في ادلب ويبقى الخشية من الطعن الذي قد يأتي من جهة عابثت جيدا وفتكت بقوة في تكوين الجسد الثوري في ريف حلب كان اخرها وحاليا يخشى ان تقلب الموازين وتغير الخطط اذا ما غيرت وجهتها وتحولت الى حماة لتقطع الطريق على الفتح باتجاه دمشق وتغيير المخططات واجبار الاتجاه نحو الساحل صحيفة صباح التركية نشرت مقالا لهلال قابلان بعنوان طريق الاكراد في تركيا حيث وجه زعيم حزب العمال الكردستاني بيكيكي الارهابي عبدالله اوجلان نداء الى تنظيمه لترك السلاح تمهيدا لدخول سلام مع تركيا وذلك لاول مرة في تاريخ المنظمة الارهابية بعيدا نيروز عام الفين وثلاثة عشر وجاء في كلمته التي وجهها اوجلان عن طريق شخصيات كردية قال فيها اعزائي شعب تركيا الاناضول هو التاريخ القديم الذي نعرفه اليوم باسم تركيا وعلى شعب تركيا ان يدرك تماما بانهم تعايشوا مع الاكراد لمدة الف عام تحت راية الاسلام وضمن مظلة الاخوة والتعاون والقانون وفي هذا الجو الذي تسوده الاخوة والقانون لا توجد فتوحات جديدة او تهميش ونفي او اقصاء وادماش قصري للمجتمع ولا يمكن القبول بتلك الخيارة اصلا بتلك الكلمات دعا اوجلان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الى تأسيس السلام والاخوة والقانون من جديد بين الاكراد والاتراك مذكرا اياهم انهم تعايشوا معا تحت راية الاسلام بسلام من قبل ومن خطاب اوجلان يمكننا ان نرى التناقض بين رؤية اوجلان وبين حزب الشعوب الديمقراطي الذي لا يؤمن بما قاله اوجلان اوجلان تطرق الى موضوع الحسابات القديمة ايضا وقال ان سياسات الرأسمالية العالمية الجديدة تحاول الضغط ثم نفي واقصاء الشعوب عبر حكومات لا تمت صيرة بالشعوب وتحاول تلك الحكومات انكار الاخوة والقانون التي كانت تسود عالمنا منذ الف عام ومن الواضح اننا بتنا نعيش عكس ما كنا نعيشه منذ الف سنة وانا انادي من هنا الى ان نقوم بوضع حد لاجهزة الفساد والظلم واعادة الشرق الاوسط الى قوته التي تكمن بعنصريه الاساسيين وهما الثقافة والحضارة بالسبل الديمقراطية الجديدة من حديث اوجلان نفهم جيدا انه يقصد بكلمة اقصاء الشعوب عبر حكومات لا تمت صلة بالشعوب يقصد بها حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي مارس الظلم ضد الاكراد في زمن ليس ببعيد وهي كلمة مواجهة بشكل مباشر للكماليين في تركيا واما حديثه بالعنصرين الاساسيين فهو يتحدث عن حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي لكن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش كان قد صرح من قبل احدى القنوات التلفزيونية قال فيها ان الضرر الذي لحق بالشعب الكردي من حزب العدالة والتنمية لا يمكن مقارنته بضرر الكماليين والحقيقة فان ديمرتاش يطلعون على افق حزب الشعوب الديمقراطي بالنقاط التالية لا يمكن لحزب الشعوب الديمقراطي ان يشكل حكومة اتلاف مع حزب العدالة والتنمية وبالنسبة لحزب الشعب الجمهوري فيمكن مناقشة الامر ومناخبو حزب الحركة القومية فانهم لا يريدون حربا جديدة في تركيا فالمجتمع اكثر ميلا للسلام اليوم وحزب الحركة القومية مضطر لمناقشة عملية السلام في تركيا والحقيقة ان ديمرتاش يشعل الضوء الاخضر لحزب الشعب الجمهوري عبر خطابه هذا ويلمح لحزب الحركة القومية ويبدي استعدادا لاستكمال تقاربه معهم بعد اليوم التالي للانتخابات البرلمانية جريدة حبر نشرت افتتاحية بعنوان الكتابة بالاحمر حيث يرى الكاتب بانه تستطيع الصحافة الدمية الموصولة الى اصابع الانظمة الطاغوطية بخيوط شفافة ان تلعب دورين اثنين في فيلم كوميدي او دراجيدي واحد وتستطيع ان تظهر مرة بهيئة المركزة دي بومبادور ومرة بهيئة شحاذة تقف على باب احدى الوزارات وتمشي كما يريد صاحب العربة الذي يقودها وكما تريد افرع الامن التي تستطيع ان تحول الحصان العربي الاصيل الى ببغاء لا نريد الصحافة التي تنام في قن الحكومة عند الغروب وتستيقظ صباحا حاملة معها طبقا من البيض البلدي فالكلمة الحرة لا تعمل فقاسة في مجنة ولا تجيد صنع العسل ولا تملك الة غزل البنات لتبيع لمن يدفع اكثر انها لا تملك بصاطا سحريا او فانوسا عجائبيا او حصانا احمر كحصان لوبو فانجيجيان ولكنها تملك ارادة التحريض وارادة التغيير الصحافة الحقيقية خرجت من رحم الواقع وتربت تربية بيتوتية ونشأت في جو لا يعرف الغشة او التزلف فلم تشرب حشيشة الانا ولم تدمن على السباب لا تستطيع الكلمة الصادقة ان تعقد الصفقات مع اللواء الفلاني او تداهن الكتيبة الاعلانية فهي ليست تاجرة في سوق المدينة ولا تعمل مسيرة ومسيرة معاملات او بائعة طوابع انما هي طفلة صغيرة تحمل علبة الوان في يد وهموم الام في يد تتجول في وطنها وتطلب من الناس ان يشرب ماء الحياة ويستنشق هواء التفاول تحارب الكلمة البشاعة باسلوبها الخاص وبطريقتها الخاصة فهي ليست نسخة ثانية عن احد ولا تتعامل مع اوراق الكربون ولا تعلم ان في الكبتار خيارا اسمه قص لسق ليست وظيفة الكلمة ان تقدم لك حبة اسفرين او حبة كتلك التي يتناولها بعض اللصوص وقطاع الطرق تنسيك الواقع الغارقة في الوحلة فمهمتها ان تسحب مسمار الامان وتشعل الفتيل لتتفجر مئات الاسئلة المخبوئة في صدر كل واحد منها وان تكسر الاقفال المحاطة بالشمع الاحمر التي لم نعد نفرق بينها وبين افواهنا عرض على الصحافة يوما ان تعمل ممرضة في قسم التخدير فاحرقت العرض مع النفايات لانها تعلم انها وجدت لتوقظ النفوس لا لتنيمها وتخدرها انها تجيد الصعقات الكهربائية التي تعيد الاحساس الى من فقده وهوايتها ان تكسب الماء البارد وتسكب الماء البارد فوق الرؤوس المتوقفة عن العمل ترى هل هذه صحف الثورة؟ بهذا المقال مشاهدين الاكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة